بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي الطلبة طبعا درسنا اليوم عن حل المعادلات التربعية باستعمال تحليل الفرق بين مربعين للصف الثالث اعدادي طبعا ننتقل إلى أهداف الدرس طبعا الهدف الأول تحليل ثنائية حد على صورة الفرق بين مربعين والهدف الثاني اللي هو حل معادلات باستعمال الفرق بين مربعين ننتقل إلى المفهوم الأساسي طبعا المفهوم الأساسي للفرق بين مربعين هو عبارة عن مربع الحد الأول ناقص مربع الحد الثاني طبعا أنا ممكن أوجد الفرق بين مربعين بفتح قوسين أحد الأقواص زائد والقوس الآخر ناقص طبعا الألف تربيع هو عبارة عن ألف ضرب ألف والبا تربيع هو عبارة عن با ضرب با فإذن القوس الأول راح أحط ألف في القوس الثاني بعد ألف القوس الأول راح أضيف اللي هو الحد الثاني با والقوس الثاني با ننتقل إلى مثال لتوضيح المفهوم الأساسي طبعا كثيرة الحد سين تربيع ناقص أربعة كيفية تحليلها باستخدام الفرق بين مربعين يجب أولا التأكد من أن الحد الأول مربع ناقص الحد الثاني مربع ألاحظ الحد الأول سين تربيع هو عبارة عن سين ضرب سين ناقص لأنه هو الفرق أربعة هي عبارة عن اثنين ضرب اثنين فإذن أفتح قوسين القوس الأول ناقص والقوس الثاني زائد طبعا عملية الناقص والزائد ممكن أنها تكون ممكن القوس الأول يصير زائد وممكن القوس الثاني يصير ناقص لأن عملية الضرب عملية إبدالية لأن بين القوسين عملية الضرب فإذن القوس الأول بحط سين وحدة وفي القوس الثاني سين وحدة وكذلك أنتقل حق الحد الثاني بحطه هنا اثنين وهنا اثنين أنتقل حق المثال الثاني بعد نفس الشيء أول خطوة يجب التأكد من أن الحد الأول مربع ناقص الحد الثاني مربع ألاحظ أن الحد الأول لام تربيع هو عبارة عن لام ضرب لام طبعا بينهم طرح أحيانا انتقل إلى ثلاثة وعشرين هل عندي عدد إذا ضربت في نفسه يعطيني ثلاثة وعشرين طبعا أكيد لا فبالتالي أنا ما أقدر أستخدم التحليل الفارق بين مربعين لأن ثلاثة وعشرين عدد غير مربع لا يمكن التحليل لأن الثلاثة وعشرين ليس عدد مربع ننتقل إلى مثال آخر حلل صيقة السؤال حلل كثيرة الحدود سين تربيع ناقص ستة وثلاثين أول خطوة ألاحظ أن أتأكد أن الحد الأول تربيع ناقص الحد الثاني تربيع عساس أقدر أحلل باستخدام الفارق بين مربعين فإذا نفس الشي السين تربيع هي عبارة عن سين ضرب سين الناقص أتأكد منها والستة وثلاثين هو عبارة عن ستة ضرب ستة الخطوة الثانية أفتح قوسين القوس أحد الأقواص طرح والقوس الثاني جمع طبعا عندي السين هذي بخليها في القوس الأول السين هذي بحطها في القوس الثاني ونفس الشي في الحد الآخر عندي ستة ضرب ستة فإذا ستة بخليها في القوس الأول والستة الأخرى بتروحك القوس الثاني طبعا أحيان بننتقل إلى تدريب بعطيكم أعزائي الطلبة دقيقة واحدة للتفكير في الحل نفس الصيقة السؤال حل لي كثيرة الحدود واحد وثمانين ناقص جيم تربية ترجمة نانسي قوس الثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اللي عرض إجابة التدريب ألاحظ إن 81 هو عبارة عن تسعة في تسعة طبعا بينهم الطرح والجيم تربيع هو عبارة عن جيم في جيم جيم ضرب جيم فمعناته بعد التأكد من أن الحد الأول مربع ناقص الحد الآخر مربع أفتح قوسين أحد الأقواص طرح والآخر جمح طبعا التسعة بخليها في القوس الأول والتسعة بخليها في القوس الثاني ننتقل ناقص اللي هو وزائد طبعا جيم في القوس الأول زائد جيم في القوس الثاني ننتقل إلى حالات أخرى من تحليل الفرق بين مربعين في المثال التالي حلل كثيرة الحدود 64 سين تربيع ناقص صاد تربيع طبعا يجب التأكد أولا بأن الحد الأول مربع ناقص الحد الثاني مربع طبعا ألاحظ كذلك بأن معامل سين تربيع أكبر من الواحد فإذن يجب التأكد بأن المعامل كذلك مربع إذن 64 سين تربيع هو عبارة عن ثمانية سين ضرب ثمانية سين ناقص الصاد تربيع هي عبارة عن صاد ضرب صاد أفتح القوصين أحد الأقواص طرح والقوص الآخر زائد طبعا في القوص الأول بحط ثمانية سين في القوص الأول وثمانية سين في القوص الثاني الصاد تربيع هي عبارة عن صاد ضرب صاد فإذن صاد في القوص الأول وصاد في القوص الثاني فإذن الحالة الأولى في المثال الأول كان المتقير المعامل مالا واحد الآن لا المعامل اللي صار مع المتقير أكبر من الواحد فيجب التأكد بأن المعامل كذلك مربع ننتقل إلى التدريب لكم من الوقت دقيقة واحدة للإجابة السؤال حل الكثيرة الحدود سين تربيع ناقص أربع صاد تربيع السؤال في القوص الأمر سين تربيع ناقص أربع صاد تربيع سين تربيع ناقص للإجابة سбоهم قوة تربيع ناقص الأمر سين تربيع ناقص أربع صلى سين تربيع ناقص أربعبر قوط انتهى الوقت طارك الله فيكم طبعا نفس الفكرة بتأكد أول شيء بأن الحد الأول مربع ناقص الحد الثاني مربع إذن ألاحظ السين تربيع هو عبارة عن سين ضرب سين الناقص هنا اثنين صاد ضرب اثنين صاد نفس الشيء بفتح قوسين قوس الأول ناقص والقوس الثاني زائد سين في القوس الأول وسين في القوس الثاني في الحد الثاني كذلك اثنين صاد في القوس الأول واثنين صاد في القوس الثاني ننتقل إلى مثال آخر وفكرة جديدة حل الكثيرة الحدود أربعة با تكعيب ناقص تسعة با فحين احنا تعلمنا أول خطوة يجب التأكد بأن الحد الأول مربع ناقص الحد الثاني مربع ألاحظ من خلال الحد الأول أن با تكعيب وليس تربيع وكذلك في الحد الثاني أن تسعة مربع عدد مربع وهو ثلاثة في ثلاثة ولكن البا ليس مربع فبالتالي توجد خطوة تسبق عملية التحليل باستخدام الفرق بين مربعين وهذه الخطوة هي عبارة عن استخراج عامل المشترك الأكبر ألاحظ في الحد الأول تحتوي على با وفي الحد الثاني بعد تحتوي على البا فإذن راح أستخرج أول خطوة العامل المشترك الأكبر وهو البا طبعاً أنزل اللي هو العامل المشترك وأفتح قوس لإضافة باقي اللي هو الباقي فإذن البا أنزلها أفتح قوس اللي بقالي من الحد الأول أربعة با تربيع لأننا طلعنا با واحدة ناقص بتنزل ويني طبعاً بتنزل التسعة الآن أكمل الحل بس قبل ذلك يجب أتأكد بأن اللي داخل القوس يجب أن يكون مربع الحد الأول يجب أن يكون مربع ناقص الحد الثاني يجب أن يكون مربع لاستخدام تحليل الفرق بين مربعين فإذن أربعة با تربيع الحد الأول مربع ناقص الثاني اللي هو تسعة كذلك مربع فبالتالي أنزل العامل المشترك الأكبر وافتح قوسين أحد الأقواس ناقص والقوس الآخر زائد طبعاً الأربعة با تربيع هي عبارة عن ثنين با ضرب ثنين با والتسعة هي عبارة عن ثلاثة ضرب ثلاثة فإذن العامل المشترك نزلناه ثنين با بحط واحدة في القوس الأول والأخرى في القوس الثاني طبعاً ناقص وزائد التسعة هي عبارة عن ثلاثة في ثلاثة ثلاثة با حطها في القوس الأول وثلاثة با حطها في القوس الآخر الآن ننتقل إلى تدريب ولكم دقيقة واحدة للإجابة ترجمة نانسي قنقر بارك الله فيكم نستعرض الإجابة معاً طبعاً نفس الشيء أول شي بأتأكد أن الحد الأول مربع ناقص الحد الثاني مربع نفس الشيء ألاحظ أن السين تكعيب وليس تربيع وأربعة في الحد الثاني مربع ولكن سين ليست مربع فإذن أول خطوة أستخرج العامل المشترك اللي هو سين وافتح قوس وحط الباقي اللي هو تسعة سين تربيع ناقص أربعة أحين أتأكد اللي داخل القوس هل الحد الأول مربع ناقص الحد الثاني مربع نعم التسعة سين تربيع هي عبارة عن ثلاثة سين في ثلاثة سين والأربعة هي عبارة عن اثنين ضرب اثنين طبعاً لا أنسى اللي هو العامل المشترك أنزله وافتح القوسين القوسين أحدهما ناقص والآخر زائد فإذن ثلاثة سين مرة في القوس الأول ومرة في القوس الثاني والأربعة هي عبارة عن اثنين في اثنين فاثنين في القوس الأول واثنين في القوس الثاني وما أنسى اللي هو العامل المشترك الأكبر طبعاً خلصنا من الهدف الأول ننتقل إلى الهدف الثاني وهو حل المعادلات باستخدام تحليل الفرق بين مربعين طبعاً لازم أولاً معرفة الفرق بين التحليل وبين حل المعادلة حل المعادلة معناته أنا عندي اليساوي طبعاً عندي طرفين وبينهم يساوي وحل المعادلة هو معناته إيجاد غيمة للمتقير طبعاً المثال حل المعادلة صاد تربيع ناقل 16 يساوي صفر ثم تحققي من صحة الحال فمعناته أول خطوة عساس أحل المعادلة يجب التأكد بأن المعادلة تساوي الصفر الخطوة الثانية عساس أستخدم اللي هو التحليل الفرق بين مربعين يجب التأكد بأن الحد الأول مربع ناقص الحد الثاني مربع فإذاً ألاحظ صاد تربيع وهي عبارة عن صاد ضرب صاد ناقص الستة عش هي عبارة عن أربعة ضرب أربعة فهني أربعة ضرب أربعة وهني عبارة عن صاد ضرب صاد الخطوة اللي بتيهي أفتح قوسين أحد الأقواس موجب والقوس الثاني اللي هو الناقص فإذاً الصاد تربيع هي عبارة عن صاد في صاد فإذاً القوس الأول صاد والقوس الثاني صاد كذلك يعني حق الستة عش هي عبارة عن أربعة في أربعة فمعناته القوس الأول أربعة والقوس الثاني كذلك أربعة ولا أنس أساويها بالصفر لأنها معادلة نزيل الحين طبعاً انتذكر كيفية حل اللي هو التحليل عندما يساوي صفر فإذاً راح استخدم خاصية الضرب الصفري تم استخدامها طبعاً في الدروس السابقة طبعاً خاصية الضرب الصفري اللي هي إما القوس الأول بساويه بالصفر أو القوس الثاني بساويه بالصفر فمعناته صاد ناقص أربعة بساوي صفر أو صاد زائد أربعة بساوي صفر طبعاً أنا للحظة ما خلص لازم أوجد قيمة للمتقير أنا عندي هنا المتقير صاد فإذاً عساس أخلي صاد عساس أوجد قيمة صاد يجب التخلص اللي هو من سالب أربعة فإذاً بضيف موجب أربعة إلى طرفي المعادلة طبعاً هنا أنا استخدمت شنو خاصية الجمع للمساواة فإذاً هنا زائد أربعة وهني زائد أربعة وبالمثل في اللي هو القيمة الأخرى سالب أربعة ناقص أربعة اللي هو ناقص أربعة وناقص أربعة اللي هو الطرح للمساواة مساواة خاصية الطرح للمساواة فإذاً هنا صاد يساوي أربعة وهني صاد يساوي سالب أربعة فإذاً توجد قيمة لصاد أربعة وسالب أربعة طبعاً ما خلص الحال طالب مني أني أتحقق من صحة الحال عساس أتحقق من صحة الحال يجب التعويض في المعادلة الأساسية اللي معطني إياها فوين في السؤال فإذاً هي عبارة عن التعويض بقيمة صاد مرة بأربعة ومرة بسالب أربعة بما أنه هو مربع فإذاً ما رح يفرق لأن أربعة اللي هو موجب ضرب موجب موجب وبالمثل سالب ضرب سالب كذلك موجب فإذاً أربعة تربيح هي عبارة عن أربعة في أربعة اللي هو ستة عشر ستة عشر نقص ستة عشر صفر يساوي صفر فإذاً حل صحيح أرد مرة ثانية أعوض بسالب أربعة فإذاً سالب أربعة في سالب أربعة احنا كلنا سالب في سالب موجب أربعة في أربعة ستة عشر نقص ستة عشر يساوي صفر فإذاً الطرفين متساويين فإذاً حل المعادلة صحيح ننتقل إلى آخر تدريب لنفس الفكرة أعطيكم دقيقة للحل ترجمة نانسي قنقر تدريب حل المعادلة تساوي صفر لكن ألاحظ في هذه المعادلة أنها تساوي عدد وهو مئة واحد عشرين فإذاً عساس أخلي المعادلة تساوي صفر أضيف اللي هو أو سالب مئة واحد عشرين وسالب مئة واحد عشرين باستخد طبعاً استخدمنا خاصية الطرح للمساواة أساس أخلي المعادلة تساوي صفر هذه أول خطوة الخطوة الثانية أتأكد إن الحد الأول مربع ناقص الحد الثاني مربع فإذاً ستة وثلاثين سين تربيع اللي هو عبارة عن ستة سين ضرب ستة سين ومئة واحد وعشرين هو عبارة عن احد عشر في احد عشر فبالتالي كذلك فافتح قوسين واحد بالسالب واحد بالموجب ستة سين في القوس الأول وستة سين في القوس الثاني والمئة واحد وعشرين إحنا قلنا احد عشر في احد عشر فإذاً احد عشر في القوس الأول احد عشر في القوس الثاني نعيد ونزيد إنه ما أنسى اللي هو يساوي الصفر أحيان نفس الشي باستخدم خاصية الضرب الصفري إما القوس الأول يساوي الصفر أو القوس الثاني يساوي الصفر فإذن 60 ناقص 11 يساوي صفر أو 60 زائد 11 يساوي صفر فإذن أنا أبي قيمة سين فإذن أول خطوة راح أتخلص من سالب 11 راح أضيف 11 إلى طرفي المعادلة عساس أتخلص من اللي هو سالب 11 وذلك باستخدام خاصية الجمع للمساوة وبالمثل هني راح أطرح 11 في طرفي المعادلة استخدمنا خاصية الطرح للمساوة وآخر خطوة طبعاً بيبقى لهني 60 يساوي 11 أو 60 يساوي صفر سالب 11 بقسم الطرفين على 6 وباستخدم خاصية القسمة للمساوة فإذن الحل الأخير سين يساوي 11 على 6 أو سين يساوي سالب 11 على 6 ونفس الشيء عساس أتحقق أعوض في المعادلة الأصلية طبعاً بعوض بغيمة سين اللي هو عنداتي هنا تربيع فإذا 11 على 6 11 على 6 تربيع باختصر 36 مع 36 فإذا 121 بيساوي 121 الحل صحيح وبالمثل إذا خذيت سالب 11 على 6 لأنه يوجد تربيع فإذا سالب في سالب موجب إذن نفس الشاي 121 بيساوي 121 فإذا حل صحيح في الأخير طلاب الأعزاء للمزيد من التمارين اللي يجوء إلى الكتاب من صفحة 78 إلى 80 وحل تمارين اللي هو تمرين 1 وتمرين 5 وتمرين من 13 إلى 16 وتمرين 19 وتمرين 22 و38 و40 و45 و47 و51 و51 تمنيات لكم بالتوفيق